أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحراز تقدم كبير على طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعقب استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض رفض ترامب الإفساح عن موعد ترحي خطته للسلام في الشرق الأوسط في زيارة عمل رسمية الملك عبدالله ملك الأردن يجري مباحثات مهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت بشكل رئيسي عملية السلام في الشرق الأوسط وخطة السلام وأكد ترامب في هذا الصدد أن الأمور تسير بشكل جيد لكنه لم يفسر أو يعطي تفصيلات بما يقصده أستطيع القول وكما يعلم جلالة الملك إننا نعمل بشكل جيد للغاية في الشرق الأوسط كثير من التقدم أحرزنا بداية من الانتحام من اتفاق إيران السيء هذا الاتفاق كان كارثيا مصادر داخل البيت الأبيض ذكرت أن الملك عبدالله حث ترامب على العمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل وأنه أكد أن قرار اعتبار القدس المحتل عاصمة لإسرائيل هو قرار لا يتوافق مع القوانين الدولية ولا يعترف به العرب والمسلمون وبرأي مراقبين هنا فإن السلطة الفلسطينية يجب أن تضع هي الأخرى رؤيتها وخطتها للسلام بدلا من ترك الأمور تسير وفق المنظور الأمريكي أو الدولي فقط من المهم جدا للسلطة الفلسطينية أن تضع خطوطا لرؤيتها في كيفية الانخراط في المفاوضات المقبلة على القيادة أن تضع تصورا واضحا وقويا لما ستكون عليه الدولة الفلسطينية المباحثات الأمريكية الأردنية تناولت أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبول دعمها في مختلف المجالات خاصة الأمنية والعسكرية في ظل التوتر الإقليمي والأوضاع في سوريا مصادر داخل البيت الأبيض أبلغتنا أن الملك عبد الله أبلغ دونالد ترامب أن أي خطة للسلام لا تتضمن الاعتراب بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين هي خطة مرفوضة من الشعوب العربية ومن القادة العرب خالد خيري ألغت واشنطن